أهلاً بكم وبتوقيت مصر متى يعترف المريض بأنه مريض؟ وما تأثير إنكار المرض على المريض؟ تساؤلات طرحها الكاتب والباحث عمار علي حسن حول السياسة والاقتصاد بظل ما وصفها بالأيام الصعبة التي تواجهها مصر وهو ما نناقشه معه في حلقة الليلة أما تأثير هذه الأيام الصعبة على الصحة النفسية للمصريين فنناقشه أيضاً في حلقة الليلة ونتطرق بالطبع إلى الوضع الإقليمي وتحليل الزيارة الخامسة لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكين إلى المنطقة منذ أكتوبر الماضي وصل ويبدأوا نقاش موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 تم تقويدها التالي تب تشتغلي على 40% هل ستبنى هذه الصورة أو أن تعيد تجميع قوتها لكن هدف حماس الرئيسي إيه حضرتك وهذا هو الأهم أن تبقى في المعدلة الفلسطينية ضمن المكونات الحالية معنى إيه أنها ليس شرطة أنها تدير القطاع أو أنها تحكم القطاع لكنها ألا تقصى من المشهد ألا تقصى من المشهد إقصاءها من المشهد حضرتك سيكون مكلفا للغاية الهدف اللي أعلن من الزيارة هو تهيئة المشهد من المرحلة المقبلة التي تلي صفقة تعليق الحرب دي في إطار إيه بقى؟ في إطار مرحلي في إطار خطوات وترتيبات أمنية استراتيجية في إطار شرق أوسط جديد حضرتك ميتنياهو تحدث عن شرق أوسط جديد بعد انتهاء العمليات غزة هتبقى ترمومتر ليه قضايا أخرى في الأقليم قضايا أخرى في الأقليم إذا نجحت غزة ستنجح ترتيبات أخرى في ملفات أخرى في الأقليم زي الملف الليبي الملف السوداني الملفات الشائكة في شرق المتوسط الصراعات اللي موجودة اللي فيها أطراف إقليمية فبالتالي الفوعل من غير الدول اللي حضرتك شايفيهم اللي هم بيمتلكوا الآن قدرات عسكرية مؤسرة بيهددوا أمن الملاحة والتجارة فبالتالي إذا نجحت غزة سنبدأ نفتح الملفات الأخرى أحد الأسباب اللي حركت وزير خارجية بلينك إن أن يأتي للقاهرة ويقوم بجولته هو استعادة قدرة الرضع إن هو النهاردة الولايات المتحدة تتضرر مصالحها مش قضية ثلاث جنود سقطوا في الواجهة في القاعدة العسكرية اللي فيه ما بين الحدود السورية الأردنية لكن الهيبة ومصداقية الولايات المتحدة في الأقليم يتحدث بلينكين حول هذه النوطة قدرة الولايات المتحدة ما الذي سيجري فيه غزة وما الذي سيجري في الشرق الأوسط لا أحد يملك هذا فيه عشرات السيناريوات الموجودة فيه بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث للإسرائيلية والأمريكية حوالين كيفية إدارة قطاع غزة كيفية التعامل في قطاع غزة لكن القضية أنا في تأديري ليست غزة فقط أنت تتحدثي عن ترتبات أمنية كبيرة في الإقليم الولايات المتحدة تخطط لها الولايات المتحدة يشغلها الآن الميليشيات الحوسية يشغلها الفصائل العراقية يشغلها حزب الله وتهديده للأمن خلي بال حضرتك السيناريو اليوم التالي لا ينطبق على غزة إسرائيل فقط هناك مخاوف إسرائيل كبيرة من احتمالات أن يتكرر السيناريو بسرعة وأخطر مع حزب الله هل المشهد الآن متوقف على موافقة حركة حماس على المطالب لا أعتقد هذا حماس حتى الآن وبرغم كل الصراع الموجود هو صراع منضبط صراع منضبط يعني إيه يعني إسرائيل وهي تقوم به العمليات العسكرية في تأديري الشخصي هو صراع منضبط نتيجة للضغوطات التي بيقوم بيها الوسطاء الوسطاء مصر والقطر بالإضافة لولايات المتحدة يعني إيه صراع منضبط يعني صراع محكوم بضوابط ومعايير معينة لم يتجوز الخط الأحمر إذا انفتح البنك الأهداف اللي بتخطط له إسرائيل بالفعل من مجلس الحرب هناك يعني للأمانة تقتضي أن نكون للولايات المتحدة حاصرت هذا الأمر في إطار معين وإلا كان ستشاهدي أمورا مختلفة هتقولي لي ألاف الشهداء سقطوا ووقعوا في المواجهة أنا مع حضرتك أخيرا ما يخص مصر محور صلاح الدين هناك إعلام إسرائيل يتحدث عن توافق ما بين مصر وإسرائيل على محور صلاح الدين وهناك مصر تنفي أي توصل الاتفاق ما بين مصر وإسرائيل على محور صلاح الدين برأي حضرتك إيه الواقع وإيه اللي مش ممكن يحصل بالنسبة لمحور صلاح الدين أول حاجة لازم مناخد مصادر من إسرائيل نتحسب لها لأن الإعلام الإسرائيل إعلام فوضوي وإعلام شعبوي وإعلام بيقس يعني رحلة 30 سنة مع الإسرائيليين والفلسطينيين أقدر أجزم لحضرتك بهذا قولة محيدة هو بيختبرك هو بيجس نبديك كيف تتعاملي كيف تردي بيحرجك بيحطك في مقزك بيحطك قدام سيناريوات سفرية هما بيروجوا لأربع أفكار إدارة مشتركة إدارة مشتركة للمعبر ونقل المعبر من مكان للمكان ونشغل كرم أبو سالم ونشغل معبر صوفيا المجور لي أو نشغل المعابر التانية أو نعمل إيه بي نحط أجهزة مرأبة وليزر وكاميرات واستشعاره بتاع أفكار كتيرة طول حتى الموقف المصري الموقف المصري قايم على فكرتين أنه لن تكون هناك مرأبة مشتركة أو إدارة مشتركة للمعبر المعبر منطقة حدودية المصر يفتح ويغلق وفق قرار مصري ممكن بقى فيه دور أوروبي بالمناسبة لاحقاً كما كان موجود منذ خروج إسرائيل من قطاع جزة في 2005 الخطة الانطواء خرجت إسرائيل وكان فيه سلطة فلسطينية وكان فيه معاهم الأوروبيين وده طبعاً تم في اتفاق معين أنا أجزم لحضرتك أن إسرائيل لن تلجأ إلى إجراءات مباشرة انفراضية في ممر صلاح الدين أنا في تأدير الشخصي أنه لن تجرؤ إسرائيل عن أن تقوم بهذا هتقولي نظرياً وعملياً وأنا شايفة قوة الدفع في الفلسطينيين بهذا لدخول المصريين أو ما إلى ذلك أنا في تأدير إسرائيل إذا قامت بهذا العمل كخيار صفر لها ستذهب بمعهد في السلام بين مصر وإسرائيل هناك رسالة مصرية إلى الولايات المتحدة أنكم موقعون معنا على معهد السلام كارتر موقع جنب ناحي بيجن جنب السادات وبالتالي أنتم شركاء معنا إذا قامت إسرائيل بعمال انفراضية تتحمل نتيجة ما يمكن إيه نتيجة ممكن تتحملها إسرائيل لو قامت بعمال انفراضية إذا أوقفت القاهرة معاهدة السلام أو جمدت هل مصر لديها القدرة على أنها توقف معاهدة السلام؟ عندها إجراءات راضعة لا لا تقال على المجرم المتحدة هناك القاهرة لديها إجراءات راضعة إجراءات عسكرية تقصد خضرتك طبعا هناك زيما كان فيه اتفاق سلامة بين مصر وإسرائيل كان هناك اتفاق دفاع مشترك ما بين إسرائيل والمتحدة في حال أي هجوم من خلينا نكمل الفكرة بس ليست إجراءات عسكرية فقط إسرائيل لن تجرؤ على القيام بأي أعمال في عمق القطاع ووصولا إلى ممر صلاح الدين رسائل القاهرة راضعة وفيه إجراءات وصلت لديهم كان فيه وفد موجود وبيروحوا اتصالات وخلي بالحضرتك في لجنة الصالة الإسرائيلية مشتركة نقاشات مباشرة في أمور كتيرة يعني وبالتالي إسرائيل تدرك مع من تتعاني وهناك صوت كبير في إسرائيل ربما ما تسمعوش في الإعلام أو الإسرائيليين بكلموش في الميديا بتاعتهم إن هذا الصوت يحذر من الخيار صفر مع مصر في هذا التوقيت المصريين يعني إيه الخيار صفر يدك؟ الخيار صفر مواجهة مباشرة مع مصر في هذا التوقيت وإسرائيل تتخوب بالفعل من أي اقتراب مصري من المعاهد قولا واحدا أنا بقول لحضرتك هذا الأمر لكن في إجراءات؟ آه في إجراءات في رواضع مصرية اتقالت ونقلت مباشرة بالفعل نقلت إلى هذا سواء بالنسبة للمعاهدة بالنسبة لبروتوكول الأمني في التفاصيل كثيرة في هذا الإطار وأنا في تأدير إسرائيل لن تختبر مصر في هذه المقطة لن تختبر مصر لن تزهم لهذا برغم كل التصرحات اللي شايفها ده هزيان سياسي أما نتنياهو يطلع يتكلم ويقول لحضرتك أنا هعمل وعم بخلص إذا استطعت أن تفعل افعل لا توجد جيوش تنشر أخبارها على الملام ده كلام موجه للميديا والإعلام وما إلى ذلك اللي يقدر يقرب يفكر أنا بشكرك جدا دكتور طارق فاهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة شكرا جزيلا وجودك على شاشة بي بي سي شكرا متى يعترف المريض بأنه مريض سؤال طرحه الكاتب والباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن في مقال بانوان السلطة وأسئلة الأيام الصعبة تحدث فيها عما آلت إليه الأوضاع في مصر حاليا حيث قدم وصفا للمشهد في مصر قد تراه مبالغا وقد تراه واقعيا ولكنه طرح العديد من الأسئلة والمواقف التي نناقش فيها في هذا اللقاء مرحبا حضرتك دكتور عمار أهلا وسهلا في البداية يا دكتور حضرتك قلت إن أذان السلطة مفتوحة طول الوقت على كل من يهمس ضدها لكنها غافلة دوما عما يجري في المجتمع من انهيار غير معلن كيف رصدت هذا الانهيار؟ يعني بصفتي أنشغلوا منذ سنوات طويلة بالبحث الميداني وأقيم الحجة ليس فقط على ما أقرأه في الكتب أو أسمعه في برامج التلفزة أو في تقرير الحكومة إنما ما يصل إلي أو إلى سمعي من أفوار الناس تأملاتي وتبصراتي لحال الشارع ما أسمعه من الناس مباشرة وهم يعلقون على الأوضاع الجارية لسيما في الاقتصاد ما استمعت إليه مثلا في مقال طويل استقصائي نشرته ذات مرة عن أحوال أهالي السجناء على سبيل المساعدة كل ذلك يجعلني أطمئن إلى النتيجة التي تقول إن المجتمع المصري يعاني ربما يتحلل في صمت ربما يتصارع أو يتآكل في صمت والسلطة السياسية مجغولة بكل همس سياسي يعني كل شيء فيه اعتراض يمس السلطة يمس كرسي الحكم يمس المصالح المباشرة هذا يرصد ويتم التعامل معه بحسب أو حتى بتحايل أو التواء لكن الأصوات الأخرى التي تصل إلى حد الأنين لأسباب اقتصادية لا أحد ينصت إليه كيف عرفنا أن الآذان صماء حيال ذلك أننا حتى الآن ورغم النصائح التي قدمت حتى من أطراف تمثل دوائر تتحلق حول السلطة أو من الشارع الذي يصرخ أو يأن أو يتدجر في صمت حتى الآن لم نجد قرارات أو إجراءات أو تصورات أو خطط تشعرنا بأن هذا الأنين قد وصل إلى أسماء السلطة هرجع لكلام حضرتك مرة أخرى في المقال حضرتك وصفت الوضع أن أغلب الناس يجدون صعوبة بلغة في الاستمرار على قيد الحياة قيد الحياة طبعا كيف استنتجت هذا؟ أنا حين أجد أن تقدير بسيط جدا لأسرة مكونة من خمسة أفراد رجل وامرأته ومعهم ثلاثة أفراد والفطار فول وطعمية والغدا فول وطعمية والعشف فول وطعمية بمعدل سندويتش فول وسندويتش طعمية لكل فرد في الوجبة الوحيد وهذه الحزبة في آخر الشهر تبقى ستلاف وثلاثمائة جنيه إذا حسبنا سندويتش بسبعة جنيه لأكل فول وطعمية فقط والوجبة الشعبية في مصر وأنا أعرف متوسط المعاشات والمرتبات ومصادر الدخل لبعض الأسر هناك أسر لديها مصادر دخل أخرى بديلة أسر يمكن أن يكون لديها أقارب أو مسارين تعطفون عليها لكن هناك أسر ليس لديها هذه المنافذ ولا هؤلاء الأقارب وعفيفة النفس هنا أطرح السؤال الشخص الذي يتقاض راتبا لا يتعدى مائة دولار في الشهر في ظل هذا السعار الذي نشب في أوصال أسعار السلع كلها ألا يستحق ذلك أن تساءل كيف يستمر هذا على قيد الحياة لا هو مستمر على قيد الحياة لكن يموت بالبطير البعض ممكن يرى كلام حضرتك فيه مبلغة كبيرة لأن مصر كما يقول البعض تحاك ضدها مؤامرات هل هذا صحيح؟ أنا مؤمن أن مصر دولة عندها طاقات كامنة جبارة هذه الطاقات معطلة معطلة إما لإخفاق إداري أو لأن هناك إرادة دولية انعقدت على ألا تقيم مصر زاراة يعني ده معنى أنه فيه مؤامرة لا العلاقات الدولية التأمر جزء منها لكن التأمر ليس الإطار التفسيري لكل شيء وليس الحجة أو الزريعة التي تلقي عليها التكئة أو التابعة حين تخفق في إدارة البلاد بالعكس العالم وكما وجاء حتى في تقرير أكونوميس الأخير يريد مصر مستقرة لأنه رغم ما وصفها لكنه لا يمكن أن يتحمل تبعات إنهيار دولة حجب مصر نعم لكنه لا يمكن أن يتحمل تبعات انفجار دولة فيها حجم السكان الرهيب مثل مصر في منطقة الشرق الأوسط ثم دائما عيونهم أيضا على أمن إسرائيل وإن الانفجار في مصر هيؤثر سلبا على الأمن أوروبي وأمن إسرائيلي أنا ذكرت حضرتك للمقال ده كان لحضرتك تعليق على ما جاء فيه لكونوميس تحديدا لما ذكرت أنه مصر ممكن يعني لابد من إنقاذها حاليا وقال لا تقولت أنه مش هيبقى إنقاذها مطوم وهيبقى إنقاذها مرحليا لكن ده مش هيكون الاعتماد عليه على طول أنا أخشى ما أخشى إذا كانوا هنا عند هذه اللحظة يقولون أن انهيار الأوضاع في مصر لا يجب أن يقبل ومن الضروري أن نعطي الجسد المصري بعض الجرعات التي تبقيه على قيد الحياة دون غضب ودون انفجار ودون انهيار أخشى بعد فترة نفكره في الخطط الحماية التي تقيهم من شر انفجار هذا الجسد المصري وبالتالي لا ينشغلون بهذا الانفجار ويتركوننا نذهب إلى الجحيي هنا تصبح المشكلة هو ينقذك الآن ليس من أجل عيونك لكنه يخشى من انفجار يؤثر سلبا على مصالحك فماذا لو وضع خطة مستقبلية أو سياك حماي يقيه من تبعات أو تكيئات هذا الانفجار ماذا نحن فاعلون يعني احنا بالنهاية بنتصرف باعتبارنا دولة قابلة أو دولة مفعول بها ولا نتصرف باعتبارنا دولة فاعلة وننقذ نحن أنفسنا بأيدينا من هذا المسار أو هذا المساق الصعب ودس وقال هل ترى دكتور ان زمام الاقتصاد فلت من يد السلطة؟ أعتقد أن زمام الاقتصاد لم يعد كاملا بياد السلطة بمعنى الآن صار هناك شركاء نحن لدينا عدة أطراف لدينا القوى التقليدية التي كانت موجودة في الاقتصاد المصري التي تعتمد على رجال الأعمال القدامة وكبار الملاك ووكلاء الشركات المتعددة في الجنسيات هؤلاء لذالوا موجودين وإن كانوا قد تأثروا ولدينا الآن دول في الخليج تدخل إلى السوق المصري وتشتري أصول وتشتري عقارات وتشتري شركات وتأخذ بعض الأشياء من بابلها وهناك كيانت بالفعل تتبع الدولة تتحكم أيضا في جزء من الاقتصاد نعم طبعا وهناك أيضا القوى الدولية التي عطتك كل هذه الديون وهي تريد أن تضمن حقها وأن تضمن أنك ستسدد أقصتك في وقتها فهؤلاء يفرضون الآن وصايا غير معلنة من خلال تقديم رشدات ونصائح وأشياء دون أدنى اعتبار للأعباء الاجتماعية التي تتحقق على ذلك دكتور عمار البعض بيقارن ما بين الوضع الحالي في مصر والوضع في لبنان وحضرتك في معرض إحدى المقالات تحدثت عن الشبه ولكن من وجهة نظر حتى إعلامية كيف يتحكم بعض الدول المجاورة للبنان في الداخل اللبنان هل ترى فعلا أوجه شبه ما بين الحالتين في مصر ولبنان حاليا؟ للأسف نحن في البداية يمكن في الاقتصاد يمكن أن نتدارك أن لا نذهب إلى الحالة اللبنانية وأن كنا للأسف على أول الطريق لكن في الإعلام قطعنا شوطا في هذا الاتجاه بمعنى إيه قطعنا شوطا في هذا؟ يعني أنا أرى الآن بعض الإعلاميين على الشاشات المصرية عاد ولاءهم لأصحاب المحطات أو أصحاب الأموال أو أصحاب الذين ينفعونهم بمعنى أدق ونتيجة الأوضاع الاقتصادية القابضة في مصر السلطة المصرية قدرتها على تنفيق الكل صعبة حتى الآن حتى لو لم يوجد طرف خارجي يستقطب بعض الإعلاميين أو بعض الأصوات أو الأبواق التي تدافع عن مصالحه قدرة السلطة الحالية على التنفيق ضيقة بمعنى أن منابرها وإمكانتها أقل من الراغبين في تحصيل المنفعة فما بالك أن هناك منافسة وهناك مزاحمة في هذا الحيز من قبل أطراف تريد أبواقا أقلاما لكن مصر لديها السلطة الكاملة في السيطرة على الأجواء الإعلامية الداخلية لا هذه سيطرة هي سيطرة ظاهرية وبرور الوقت يمكن أن تتداع لأن في النهاية القاعدة تقول من يملك يحكم الذي يتملك جزء من الاقتصاد هو يريد أن يدافع عن مصالحه وما أدراكي أن الذين يتملكون هؤلاء سيمدون أبصاره في المستقبل على الوسائل النعيمة دور نشر، السينما، المصرح، المحطات الفضائية، الجرائد والمجلات حدثك بتتصور أنه ممكن تكون الجهات اللي بتحاول تتملك في مصر حتى كمان تمتد صحيح حتى وإن كانت كل هذه المحطات أو كل هذه الصحف أو أغلبية دور النشر بتتبع لبعض الجهات الرسمية داخل الدولة نحن لدينا الآن نوع من التنافس والصراع غير المعلن في مجال الاقتصاد الدولة المصرية ترى للأسف الشديد أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة هي بيع الأصول أو مزيد من الاستدانة بيع الأصول ومزيد من الاستدانة يؤدي إلى وجود أطراف لديها حيز تملك كبير يتمدد بأمر وقت داخل مصر في نفس الوقت الدولة المصرية التقليدية تكلم على المؤسسة العسكرية تكلم على رجال الأعمال المصريين تكلم على البيروقراطية المصرية هي تدافع أيضا عن نفسها بقدر الاستطاعة عن مصالحها الآن هناك تعاون مرحلي في إطار أيضا تنافس غير معلن هذا التنافس قد يصل في مرحلة لاحقة إلى الصراع حين يصل إلى الصراع لا بد لهذا الصراع أن يترجم في خطاب للناس هذا الخطاب بعض الأطراف المصرية ستعمل فيه وتصبح ألسنتها في خدمة الغريب البعض ممكن يقول لحضرتك لماذا أخفلت جهود الدولة مثلا في القبض على المتلاعبين في الأسواق كما ذكرت بعض البيانات من بعض الجهات الأمنية هل دي محاولة حقيقية للسيطرة؟ لا دي بيانات متتالية بتخرج من الدولة المصرية بأجهزتها المعنية غير صحيح لأن لا قدرات الدولة الأمنية مع كامل الاحترام تقدر تضبط ولا أضمن أن لا تكون هناك آليات فساد تضعف هذه الخدرات وهذه موجودة ضبط ذلك يكون بخلق المدائل يكون بإجراءات تضعف هذا بشكل طبيعي وطوعي لكن ليس بالقصر والإجبار دون إيجاد بدائل السلطة التي تتعامل بهذا الغش ستهزم في هذه الخدرات حضرتك تحدثت عن استغباء الشعب ماذا تقصد بذلك المصطلح؟ يعني تخلق قصص خرافية حتى غير محبوكة وتوزع لوسال التواصل الاجتماعي من حال لآخر زي إديني مثال على قصص خير محبوكة لا كثير كثير أبي يجيلك أنت على الوضع صحيحك فاللي بيصنعها يتصور أن الشعب المصري سازج ومن آخر حكايات وشائعات هذه ممكن أن تنطلع على الناس مرة مرتين لكن فيما بعد لن تبدي لأن الشعب المصري زكي تحدثت عن وضع الأسئلة بيظل صحيا إذا لقت الأسئلة المطروحة إجابات شفافة ومقنعة وليست تخمينات أو تكاهنات كيف تجد إجابات المسؤولين عن الوضع الراهن في مصر؟ إجابات ملتوية ملتفة لأن ابتداء من رئيس المزراء فما دون ليسوا أصحاب القرار بشكل كامل ومطلق وأصحاب الصلاحيات فهم يعني يحاولوا بقدر الإمكان أن يجيبوا على أسئلة صعبة دون أن تكون لديهم المعلومات كاملة إذن ماذا يجب على المسؤولين أن يفعلوا الآن؟ يجب على المسؤولين الآن أن ابتداء من رئيس الدولة والحكومة والقوة الفاعلة داخل الجهاز الإداري للدولة أن لا بد من خطة يعني إحنا للوقت الرئيس داخل على فترة رئاسية جديدة الفترة دي يجب أن تضرب طريقة مختلفة تماما هل ترى ملامحك في الاختلاف حاليا؟ حتى الآن لا أرى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لبعض المناطق في محافظة بورسعيد ونطقت الجميل تحديدا هو بيهدمه المباني هناك لا أعلم إيه سبب تحديدا ولكن استوقفتني جملة امرأة قالتها ليه تفتح الجبهة الداخلية؟ تعلي حدك على ليه تفتح الجبهة الداخلية؟ آه ده سؤال حكيم لأن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيش فيها الناس تتطلب قدر من الحصافة في التصرف مع هؤلاء يعني وبعدين طول الوقت كنا نطالب بحوار اجتماعي حول بعض المسائل بإقناع السكان بإيجاد البديل بالتعويض بالنقل الطوعي كل ذلك إذا كانت هناك ضرورة يعني للمنفع العامة لكن هذه الطريقة التي تتعامل مع الناس باعتبرهم كمل مهملا يمكن أن تؤدي في وقت من الأوقات إلى انفجارات كيف تقيم الأداء السياسي للنظام حاليا؟ هل هناك سياسة حتى نقيمها؟ هاعتبر درد من وجهة نظرك ما المطلوب للخروج من الوضع رأس؟ مطلوب إعادة النظر في كل التصرفات والإجراءات سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الثقافة أو المقبل ما رأيك في الحوار الوطني اللي دعا لي للرئيس مرة تانية لكن تحت عنوان حوار اقتصادي؟ لو كان الجولة الأولى من الحوار قد أثمرت شيئاً كان من الممكن أن أعول على الجولة الثانية دكتور عمار علي حاسم شكراً جزيلاً وجودك على شاشة بي بي سي دكتور عمار علي حاسم موسيقى 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 أنا جدي بدأ التصوير في 1939 خلال الفترة دي لغاية الألفنات كان نوع شرجالت في التصوير قاعد فترة كبيرة كان نشتغل مصور خاص لمحافظة اسكندرية ده غير الحاجات الأحداث اللي كان بيغطيها الفنية والاجتماعية والأحراق وغير الشغل الخاص بتاعه في الستوديو الستوديو بتاعه بدأ وفي الخمسينات ف freuen حفوست البلد دي كانت دي الفترة اللي بدأ فيها الشغل خاص بيوي لستوديو وكان دايمة موجود في الأحداث اللي هي الاجتماعية والفنية والأحداث عمتا في الشارع اللي عمتا اللي هي гديلي لايف في الأرشيف كله ظهر قدامنا مرة واحدة فكرة ان احنا بنفتح البدروم لقينا زي نقولوا كده بحر من الصور والافلام فيها الفترة من اول الخمسينات لغاية السبعينات فمن هنا جاءت فكرة بداية الأرشيف اللي هو احنا كنا اه احنا كنا بنشغل على حاجة معينة لأ فبداينا قدامنا مادة خام كبيرة جدا اللي هو احنا بنحاول ننكزها المشروع هو يعتبر التوصيق لفترة زمنية على مدار سبعين سنة لتغير شكل الثقافة المصرية المدينة ولما بتشوف الحاجة كلها على بعض فانت بتقدر ان انت تميز الحقب الزمنية او الفترة التغير ده لو انت عايش فيها ممكن تاخد بالك منها لان انت جزء من المجتمع ده احنا لما شوفنا الصور او شوفنا الحاجة دي لانها مختلفة شكل الناس مختلف لبس الناس مختلف يعني مثلا من الحاجات الطريفة احنا لقينا مجموعة صور كتير العربيات فاننا مش فاهمين العربيات كلها فعرفنا مثلا بعد كده ان كانت الفترة ما في فترة السبعينات وكده اللي العربية اللي بتعمل الحادثة كان لازم يرفق في المحضر صورة الحادثة فكان اللي بيعمل عربيته بتعمل الحادثة بيروح استوديو علشان يصور العربية بحادثتها فدي حاجة انت مكنتش تقدر فده انت تعرف نوع العربيات اللي موجودة شكل العربيات كان ايه موسيقى واحد من المصورين اللي كانوا شغالين في اسكندرية بيخليني اصلا ادرس تاريخ التصوير في مصر كان عامل ازاي من اول الهربعينات لحد دلوقتي مش بشكل بقى النظري لا انا اقدر اتفاعل مع المادة اللي هو مصورها واقدر اشوف احط نفسي مكانه في المكان اللي هو كان يصور فيه بالصعوبات اللي هو واجهها وطلع نتاج عاملة ازاي جزء من السؤال اللي احنا شوفناها والنيجاتيفز اللي احنا شوفناها عامل تصوير تجريبي اللي احنا دلوقتي بنوه عليه معاصر هو مصوره من الخمسينات والستينات فده بيقول احنا كنا فين والمفروض نبني عليه كمصورين مش نجيب من الاول خالص ونبدأ بقى نشتغل تاني لا احنا ممكن نشوف الاساتذة الكبار اللي سابقونا وصلوا الفين ونكمل بقى ندرس شغلهم ونكمل عليه في خضم الاحداث المتلاحقة وتطورات الاقتصادية المتتالية وتأثيرها على الحياة المعيشية للمواطن المصري باتت الصحة النفسية شغلا شاغلا لقطاع كبير من المصريين الذين يواجهون ضغوطا غير مسبوقة في ظل الاوضاع الراهنة والمخاوف من المستقبل للحديث حول تأثير هذه الضغوط على الصحة النفسية للمصريين معي دكتورة دينا نعوم استشاري الطب النفسي اهنا بك دكتور دينا اهنا بك دكتور دينا دكتور دينا في وقت الاضطرابات وقت اليقين فيه بيكون صعب وما بين الواقع وما بين الاحلام ازاي العقل يقدر يتعامل مع كل هذي المتغيرات ما هو العقل ما يفعش يتعامل لوحده هو لازم يكون فيه مشاعر مع العقل عشان نعرف نعيش بس المهم مين بيبقى واخد الابر هاند او مين في الوقت ده بنبقى محتاجين هو اللي يليد او يقود التاني اكيد ان احنا لما بتبقى الدنيا غير مستقرة في حياتنا مشاعرنا هي اللي بتقود في الاول والمطلوب مننا ان احنا نخلي عقلنا هو اللي يبتدي يحرك مشاعرنا في الاتجاه اللي احنا عايزين هو ده على فكرة اساسة العلاج النفسي هو السايكوثيرابي يعني هو السايكوثيرابي بيعتمد على ان احنا مشاعرنا ومنقدرش نعمل فيها حاجة احنا بس بنعمل لها فاليديشن بنقيمها لكن الشغل كله على سلوكياتنا البيهيفيورز وعلى افكارنا انا اقدر اغير افكاري المودياني في الناحية بتاعة الاكتئاب او القلق لكن مقدرش غير مشاعر طيب في وقت لما اغلبية الشعب المصري يتعرض لكمية الاشاعات اولا قبل ما ينزل لوجه الواقع اللي هو بقى فيه اسعار ومدارس وعلى كافة المستويات وعلى كافة الاعمار يعني من الشباب 18 عشرين وانت في الرينج دوت ثم بعد كده كله متأثر بواقع التغيرات اللي ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بكرا ازاي لو فيه نصيحة عنك ازاي العقل يقدر يسيطر على كم الغموض الموجود في الواقع الحالي هي فعلا انت بتقوليه الاشاعات والمجهول اكتر حاجة ممكن تحط الشخص تحت ضغط نفسي يؤدي للترابات نفسية يعني انا لو عارفة هيحصل ايه حتى لو اللي هيحصل ده حاجة وحشة جدا بيبقى تأثيره علي اقلب كتير جدا من ان انا بقى مش عارفة عشان كده بنقول دايما الاكيوت سترس ان لما نتحط في ضغط قوي جدا دلوقتي بيبقى اخف وطئا على نفسيتي من الكرونيك سترس ان انا بقى محتوطة في حاجة اقل مش لازم تكون مصيبة بس بقعد عليها مدة طويلة قوي ده بيخلي كمية المخ بتاعتنا تتآكل من كتر السترس يعني الضغط بيأثر جامد على الافرازات بتاعت المخ واللي عنده اي استعداد ان هو يجيله مشكلة نفسية او مرض نفسي هو ده بيبقى الوقت بتاعه فاحنا فعلا اهم حاجة ان احنا نحمي نفسنا من ان احنا نتحط في الضغط المستمر ازاي؟ في حاجات في ايدينا وفي حاجات مش في ايدينا فالحاجات اللي مش في ايدينا مبدئيا ان الاقتصاد في مشكلة مثلا وان احنا كلنا محتوطين في الضغط ده مش انا بس ولا انت بس من اقل لحد ماديا لأكتر حد مستقر كلهم بيفكروا دلوقتي مثلا في الضغط الاقتصاد حتى على فكرة في لفظ جديد كده ابتدى يدخل في الطب النفسي في حاجة اسمها post traumatic stress disorder اللي هو اضطراب ما بعد الصدم ده لما بيكون في زلازل مجعات حروب بقوا بيقولوا دلوقتي ان في حاجة اسمها post traumatic economic stress disorder يعني من كتر مش مصر بس على فكرة كل البلاد محتوطة في الكرب بتاع الاقتصاد الانستابل يعني 70% من الانجليز كانوا عاملين اخر احصائية 70% من الانجليز في سنة 22 و23 عملوا يعني اظهروا انه هم بيعانوا من مشاكل نفسية بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي فمهمة اوين احنا نحس انه ده مش انا بس ولا المجتمع بتاعي بس ولا عائلتي بس يعني ولا المجتمع بتاعي ده هو العالم كله محضوط في الضغط ده باختلاف بقى الدرجات فطب انا هعمل ايه هقدر اغير حاجة لا ممكن ان انا احاول اقلل من احتكاكي بالحاجات اللي بتطلع التوتر بتاعك ازاي هقعد في البيت بقى مخرجش لا امسك السوشال ميديا لا ايوه هي السوشال ميديا اقفت السوشال ميديا مثلا ده هي جزء منها وسيلة ترفيهية ما هو خلاص ما بقايش دلوقتي انت طول ما بتتفرجي ما بتسمعش غير اشعات او فيديوهات في الناس بتحصل عندنا ازمة في كذا احنا مش لقين السلعة الفلانية مثلا التشكيك حاجات دي كلها يعني سمى يا اما الحروب الحروب دي بقى واشكال الحروب وصور الحروب ومقطع الحروب ده ممكن يولد للانفجار ده اكيد فجار النفسي مش هقف اكيد لو انا ما حامدش نفسي كفاية هقع ازاي بقى الانسان يحمي نفسي الحماية ان انا لازم اسيطر على سلوكياتي انا يعني انا اللي في ادايا اني امسك الموبايل 24 ساعة وفي ادايا ان انا اقعد عشرة دي ربع ساعة في اليوم طبعا لازم ابقى عارفة على علم ايه اللي بيحصل في حياة في الحياة حولي لكن لو انا زي ما بيقولوا كده تسحلت مشيت وورا الاخبار والاشعات والتشكيكات حياتي هتبقى وحش قوي وده هيأثر على وده حاجة مهمة قوي انا عايزة اقولها ان احنا لما نتحط في ضغط مستمر بيأثر على اداءنا الوظيفي واصلا المشكلة الاساسية بتاعتنا ان احنا نحسين بعدم الامان عشان الاقتصاد فمن ضمن الحاجات الجامدة ان انا خايفة افقد وظيفتي طبعا فادائي بيقل فاحنا بندخل بقى في حلقة مفرقة يعني انا ممكن اقذي نفسي من القلق ده يعني ممكن فعلا ادائي بقى متأثر ممكن فعلا يحصل مشكلة في شوكل ده حاجة في الشوكل حاجة تانية علاقتي بالعيلة بولادي بجوزي بمامتي ببابايا اكتر ناس بتتأثر لما الشخص بيبقى مضبوط اقتصاديا في البيت هم اقرب يعني في الحياة هم اقرب الناس لي وبيقدي بقى ان الناس كلها اللي حواليه بيتنقل لها الاحساس بالقلق ده فبتحصل مشكلة انه يعني زي ما بيقولي كل الارتباط ما بين بعض بيتأثر وبتبقى حاجة جو مرضي فلما نبقى عاديل في جو غير صحي ده بيزود اكتر التوتر والقلق انا بسمع دايما التعبير ده اللي هو الاعصاب الواحد كالوطر المشدود اول بتعملي كده ينفع الانفعالات برضو شديد اول الوطر المشدود ده زي متفك اون اج ده الوطر المشدود ده عرض من اعراض امراض القلق يعني ده مش طبيعي مش طبيعي ان احنا لما حاجة صوت يخبط جامد نتخض كده مش طبيعي ان لو حد دايقنا في الطريق ننزل نبعزين نقتله ردود الفعل دي كلها ممكن تكون عرض من اعراض القلق الجوهي ازاي نرخد لو انا مريض ألجأ لحد متخصص يعني لو قصة قتد التأثر يعني فيه فرق ان انا اكون مضغوط نفسيا وان انا لقى عندي مرض القلق العام عندي اكتئاب لازم اروح لمتخصص طب لو انا مش مريض بس انا بقعاني من احسيس القلق المستمرة دي لازم ابتدي اتفكر في نفسي شوال يعني ابتدي قدي نفسي وقت ان انا احاول اريلاكس ان انا استرخاء زي ما بقولك كده السوشال ميديا بتعملي مشكلة طب انا هبص عليها في وقت اقلب كتير الرياضة بتفرق جدا 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 لان الرياضة بتأثر على كيمية المخ بتاعتنا فاحنا بنبقى بنطلع كأننا بناخد مضاد اكتئاب لما بنلعب الرياضة العلاقات الانسانية لازم اقف مع نفسي ما بين حين واخر وماقلبش الترابيزة وانا ساعة ببقى متوتر لدرجة ان كل تصرفاتي غلط نقعد كده نمسك حاجة حاجة المشاكل بتاعتنا دايما بنقول كده للمرضى بتاعنا سلسلة يعني اقولي لي كل الحاجات اللي فيها مشاكل من اصغر مشكلة لأكبر مشكلة ونبتدي نحل منين؟ من الصغير مش من الكبير لان المشكلة الصغيرة سهلة تتحل يعني سهل نحلها دلوقتي المشكلة الكبيرة خليها في الاخر فمع الوقت بتلاقي انا كنت فاكرة ان عندي مئة مشكلة بلاقي ان هي واحدة بس مساء الله كبيرة فانا نفسيا ببقى اهدى لاني خلاص فهم انا قلقنا من اين؟ الضغط النفسي تأثيره على المخ هل هو فعلا بيأثر على الزاكرة على القدرات الادراقية؟ هل ده ممكن يحصل من كتر الضغط يأثر على ده؟ حتى لو كان في سن صغير؟ تاني الضغط لوحده ما يأثرش على التركيز لكن الضغط لو وصل ان احنا بجلنا مشكلة كيميائية في مخنا زي الاكتئاب او القلق طبعا بيأثر طبعا بيأثر لان دي حاجة كيميائية بيور مرضية يعني الناس مش قادرة تفهم القصة دي زي الانسولين والسكر يعني الانسولين بقى بيطلع بطريقة مش منتظمة فسكري هيعلق يعني مش اختياري اللي مش قادر يروح لدكتور نفسي مش قادر يتحمل نفقات العلاج النفسي تقولين في واحد دين تلاتة ممكن يعمل ايه؟ هو بذاته من غير مساعدة في وقت الازمات زي ما بقولك يعني هو مش لازم اي حد يروح لدكتور نفسي انا قلتلك لو الموضوع بقى مؤثر على حياته بطريقة سلبية بجد فيه فرص كويسة دلوقتي حصلة ان الناس بتشار يعني فيه مجموعات سلف هلپ جروبس ان احنا فيه حاجة قامل ما بيننا احنا كلنا محطوطين في الضغط ده مع بعض فبتلاقي ان احنا لما بنتكلم مع بعض بس مش بطريقة سامة ممكن نبقى حاسين ان احنا يعني اهدى شوية النوم النوم مهمة قوي وعلى فكرة دي من قوائل المشاكل اللي بتبان في اي ضغوط مستمر لو قعد 3-4 يام انا ما بنامش كويس اكيد تصرفاتي هتتلخبط ومشاعري هتتلخبط وافكاري هتتلخبط فانا هحاول على قد ما اقدر ازبط السايكل بتاعت نومي الرياضة زي ما بقولك ان انا اكتب وانا ساعات بروح الاخصائي نفسي علشان افنسلية علشان اعمل تفريغ للضغط النفسي بتاعت بس مش دايما ببقى عايز علاج طب ما انا لو مسكت ورقة وقلم وقعدت اكتب كل المشاعر بتاعتي دي لا انا في الاخر حسنا انا فرقت المشاعر مش لازم اقولها الحد ممكن اقولها النفسي انا بس ولما بكتب افكاري ومشاعري بشوف قد ايه انا ساعات ممكن يكون مكبرة الفكرة دي ممكن يكون ليها رد فعل مختلف لكن لو انا بطول وقت حطها جواي دي على فكرة مشكلة اكتر ناس بتتعب جامد في الضغوط بيقعوا هما الناس مش بيعرفوا يأكسبرس مش بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم بيسكتوا خالص فبيضغطوا ياما بيخشوا في نوبة كبيرة من الاكتئاب او القلب ياما جسمهم يبتدي يشتكي عندي صدع جامد عندي عنانية مزغللة ما بنامش خالص جسمي كله مكسر وهو انا مش بتكلم فهو انا جسمي هو اللي بيتكلم بداني فاحنا لو بتدينا ناخد بالنا من نفسنا من نفسنا احنا هنلاقي ان يعني اللي حوالينا كمان هيبتدوا ياخدوا بالهم من نفسهم والحياة في البيت هتبقى اهدى برغم ان احنا محضوطين في ضغط كلنا ده مش هيتغير ولازم اقبل ان في حاجات انا مش بعرف اغيرها دي مشكلة تانية على الفجر يعني يعني نغير اللي نقدر نغيرها بس في حاجات احنا لازم نقبلها وهنقبلها لفترة مؤقتة ونضبط دماغنا على ده علشان مفيش حاجة هتحصل بلدنا افكر وققلق وتجيلي وسواس هعمل ايه هعمل ايه هعمل ايه طالما مش فيدي الحال انا مشكورة جدا دكتور دينا نعوم استشاري طب النفس شكرا جزيلا وجودك على رشد بي بي سي وشكرا لكم مشاهدين الكرام انتهت حلقة هذا الاسبوع من بتوقيتي مصر شكرا لكم مرة اخرى وشكرا لفريق عمل بتوقيتي مصر لكم تحياتي نسمى السعي اشتركوا في القناة